موسيقى هذه برز العناوين الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله وعشح لقيادة الهجوم اتحاد جد السعودي امام اوغلان سيتهي بعد شفائه من الاصابة وليد الرجريجي يحسم قراره بخصوص استدعاء سوفيان رحيمين وبضربانون لكأس امم افريقيا يونس عبد الحميد يصل الى هدفه تالت في الدولي الفرنسي هذا الموسم بعد تألقه مع فريقيها اوضحة وسائل اعلام السعودية ان غياب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله عن تدريب فريقي اتحاد جد السعودي لكرة القدم كانت بسبب كذمة بسيطة وكشفت المصادر نفسها ان الاصابة لن تعفل مهاجم اسود الاطلس من المشاركة في التدريبات قبيل اللقاء الافتتاحي للفريق الاتحاد في كاس العالم للانديا وشددت المصادر نفسها على ان حمد الله سيكون ضمن قائمة الاتحاد في المواجهة فريق اوكلاند سيتي النيوزيلاندية بنسبة كبيرة في جدة ووفق رؤية المدرب الارجنتيني مارسيلو غاريردو وذلك بعد الشفاء اللاعب المغربي من الاصابة وسيفتتح الفريق السعودي مشوره في كاس العالم للانديا بمواجهة اوكلاند سيتي النيوزيلاندية مساء غدن الثلاثة وجده بالذكر ان عقد الدولي المغربي عبدالرزق حمد الله رفقة نادي اتحاد جدة السعودية سينتهي في صيف سنة الفين وخمسة وعشر هنا قرر الناخب الوطني وليد الرجرقية تضمين اللاعبين صفيا رحيمي مهاجم نادي العيلة الاماراتية ومضربانون مدافع نادي قطر القطرية ضمن اللائحة الاولية للمنتخب المغربي الوطني التي سيتم ارسالها يوم الخميس المقبلة الى الاتحاد الفريقي لكرة القدم الكافة عفقا للمصادر ذاتها كشفا مسؤول يشير الى ان تراجع اداء اشرف داري وعدم اعتماده في فريق بريست الفرنسي بالاضافة الى اصابة جواد يميق دفع الناخب الوطني لإعادة استدعاء بضربانون ليكون في اللائحة الوطنية اما فيما يتعلق بصفيا رحيمي فان اصابة صفيا ديوب لاعب نادي نيس الفرنسي فتح له الفرصة للتواجد في اللائحة الاولية للمنتخب الوطني ومن المتوقع ان يتم تقليص اللائحة الى 23 لاعبان في الثالث من يناير المقبلة حيث يذكر ان قرعة كاسم افريقيا التي ستستضيف والكو ديفور في يناير وفبراير المقبلين وضعت المنتخب المغربي في المجموعة السادسة الى جالب منتخبات زنبيا وتنزانيا وكونغو الديموقراطية تمكن الدول المغربي يونس عبد الحميد من تجل هدفين جديد في الدول الفرنسي لكرة القدم يوم امس في شباك نيس خلال مباراة التي فاز هذا الاخير بهدفين مقابل هدف لمن الجولة الخامس عشر على ملعب اليانس ارينا واستطاع يونس عبد الحميد تسجيل في شوتاني عن طريق غيتان لابوردا في حدود الدقيقة الخمسة والخمسونة لكن الطيوف تعادلوا بهدف الدول المغربي يونس عبد الحميد في حدود الدقيقة الثامنة والسبحون وعاد أصحاب الأرض التقدم المرة التانية عن طريق اللعب جيرمي بوغا في حدود الدقيقة الثانية والثمانون وبهذا الهدف رفع اللعب الدول المغربي يونس عبد الحميد رصيده من الأهداف إلى تلاش أهداف هذا الموسم في الدول الفرنسي لكرة القدم حيث تجدر الإشارة إلى أن النادي نيس رفع رصيده إلى اثنان وثلاثون نقطة ينتزع بها الوصافة من موناكو بفارق نقطين في حين تجمد رصيد ريمس إذا تجب العشر نقطة في المركز السادس عاد الدول المغربي حاكم زياش للتدريبات فريقه استعدادا للمباراة الحاسمة التي جمعت غلط الصراي التركي بمضيفه كوبنغاغن طانيماركي لحساب الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا وشارك زياش في التدريبات غلط الصراي جمع عيد صباح يوم الأحدى وذلك بعد غياب عام مواجهة فريقه أمام أعدانا ديمير سبورا بثلاثة لواحدة في الدولة التركية وحسب صحيفة فانتيك تركيا فإن غلط الصراي يخطط لتجهيز حاكم زياش في الوقت المناسب ليشارك في مباراة كوبنغاغن المقبلة ويواجه غلط الصراي التركي موضيف كوبنغاغن غدا التولتا انطلاقا من الساعة التاسع عم السائم بتوقيت غرينيتا في دوري أبطال أوروبا حيث يحتل لكوبنغاغن وصف الترتيب المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط يليه غلط الصراي بنفس عدد النقاط شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر